سؤال وبه نختم هناك من يتهم منظمة الدعوة بأن لها أبعاد سياسية وبالتالي يعني وجهت بهذه القرارات سبحان الله العظيم يعني هؤلاء المتهمون أصلا في قلوبهم مرض لأنهم يرون فصلا بين الدعوة والسياسة بين الدين والسياسة نحن لنرى هذا الفصل ثم هؤلاء الذين يتنمرون على المنظمات الإسلامية بهذا الادعاء ماذا هم صانعون مع المنظمات الكنسية التي تحشر أنفها في كل شيء والتي ثبت بالأدلة والبراهين ليس أن لها أجندة سياسية بل كانت في كثير من الأوقات داعما للمتمردين هنا وهناك لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا مع تلك المنظمات لكن عقيرتهم منتفخة مع المنظمات الإسلامية